أكثر من شهر على العمليات العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا ولا حسم حتى الآن مقاومة كبيرة يبديها الجيش الأوكراني توازيا مع معارضة غربية وأمريكية اضطرت لدعم رئيس الأوكراني في أزمة تهدد وجود أوروبا بأكملها في سيناريوهات أسوأ مما شهدتها منذ الحرب العالمية الثانية أحدث السيناريوهات التي توقعتها مجلة فورين بوليسي مع الإحباط بمعنويات القوات الروسية واستنفاذ إمداداتها إمكانية تحول الكريملين إلى تدابير أكثر صرامة على رأسها استخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية للفوز بالحرب لا تهم التكالف هنا فبحسب المجلة أحلام بوتين مهدتة بالسقوط على المستويين الداخلي والخارجي ما لم يحزم أمره وهو الذي قبل سابقا بهجمات النظام الأسد الكيميائي ضد السوريين أمام هذا السيناريو تنقل مصادر أمريكية أن مسؤولي الأمن القومي الأمريكي يستعدون بالفعل لاحتمالية استخدام روسيا هذه الأسلحة والتي ورثتها وورثت خبرة استخدامها عن الاتحاد السوفيتي سابقا وبحسب خبراء بيولوجيين يمكن أن يؤدي إطلاق الجملة الخبيثة الواحدة من طائرة أو طائرة بدود طيار إلى قتل عدة آلاف قبل أن تصل المضادات الحيوية الضرورية إلى السكان المصابين على المستوى الإنساني لا يبدو أنه أمام المدنيين غير السيناريو السوري في اللجوء أو النزوح مع تدمير القوات الروسية للبنى التحتية وتصريح بوتين الأخطر باقتناعه بأن التطهير طبيعي وضروري لتقوية المجتمع في مقابل هذا القصف المتصاعد لا يبدو أن واقع المفاوضات بين الطرفين مبشرة في نظام عالمي صمت عن انتهاكات روسيا في سوريا ويبدو عجزا اليوم عن نجمها في أوكرانيا